فيه يوتيوبر شهير جدا اسمه عبدالله الشريف من اشهر صانعين محتوى اليوتيوبرز على مستوى العالم ممكن مصري انطلع فيديو لضابط مصري اسمه سميح اشرف وقال هذا ليبي كيف قال عبدالله الشريف ان هذا ليبي لان سميح اشرف هو مصري لكن لانه عنده فيديوات مع اللواء تابع ولد حفتر اخواننا في الشرق لما قلناه لهم راكم جايبين المصريين يقتلوا فينا وراهوا حفتر مستعين بالمصريين ياه وكاده وكادبوا فينا بالله يشوفوا هذا الضابط المصري خلاص لما تم خدمته مع حفتر وروح لمصر شوفوا شمدائر في المصريين اعطوني كلام عبدالله الشريف يا شبه اللي اللي هتشوفون مهاردة مختلف حبتي سيادة الملازم سميح اشرف عبدالوها اللي هو من حفظة كتاب الله برضه اللي كانوا بيكملوا الايات للارهابيين دول في المسلسل اكيد شوفتوها انظروا الى تلك الابتسامة الهادئة وتلك الملامح الكيوت هذا الحقير اللي قدامكم كان معاه عربية لانسر شارك لونها اسم ونمرها قافته لام ستة اربعة تلاتة ملاكل اليو بي الله اعلم بقى دي تبقى عربيته ولا عربية صاحبه اللي كان معاه في هذه الجريمة المهم ان هذا الزابط حب يقدم مواطن مصري والتكيلي قوي على مواطن مصري دي وهقولك ليه بعد الشراء سمعتوا الاستاذ عبدالله الشريف يقول ان ليبي واما لطيفة عبدالوهاب وبوه اشرف عبدالوهاب وصحفي واما وكيلة نيابة طبعا هذا كله كلام مزوريننا علشان لما دخلهم هادهم هم جنود الاغتيالات اللي يغتالوا الشرفاء في بنغازي هؤلاء هم من قاموا بالاغتيالات في الشرق وفي منهم الآن يعدوا فيهم للاغتيالات في طرابلس او الحمد لله بدون اي جهد مننا وبدون اي تعب مننا يكشف الحقيقة ويطلع في فيديو مصور نفسه والمصريين قالوا هادا ليبي هادا موليد طرابلس تخيلوا هادا لطغم موليد طرابلس ها ها واما فلانا وبو فلان واضح الصورة ولا هذا اللي كنا نقول لكم فيه هذا نقول لكم راي اللعبة لعبة استخبارات وراي ليبيا مستهدفة وراي ما يسمى بالكرامة راي هي لعبة للمخابرات المصرية للأسف اللي قاعدة الى اليوم تحاول ان تعيد في ليبيا فساد وتحاول ان تفسد كل شيء وكل خطوة نمشو فيها الى الامام وللأسف بطواطو امريكي واضح والسفير الامريكي شفتوه كيف يلهد وكيف مداير وخالد المشري للأسف ماشي للقاهرة كل من اجل التمديد لمجلس النواب لان كل ما يسقط مجلس النواب لابد ان تمد له الاياد الامريكية والاوروبية لانقاذه لاننا عارفين اذا انتهي مجلس النواب ومشينا الانتخابات بكل تأكيد ستنتهي هذه الدمى وستنتهي هذه الاجسام وسياخدون وقت هذا اذا نجحوا لترتيب اوراقهم مع الناس القادمة وخاصة اذا المجتمع كان واعي ولم يكرر تجربة اختيار مجلس النواب بهذه الطريقة الغريبة العجيبة هذا دليل واضح اليوم نعرضوه بالصوت والصورة بدون اي جهد من نحن على اختراق المخابرات المصرية للمنطقة الشرقية بالكامل ولما يسمى بالكرامة وجيش الكرامة ودفنج متاع الكرامة هادهم اللي حفتر يبي يصرفهم الميزانية وهادهم اللي قاعد يبتز بقفل النفط وغيرة 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 علشان يدفع لهم المرتبات واهلنا في المنطقة الشرقية للأسف للأسف ماذا تنتظرون اكتر من هكي الحمد لله هادهم مصريين ما ناشح ميه وفيديوهات مش كلام ما واحد ومصور هو بروحها مش مصوريننا ويجيك بعدين واحد دماغه مركب بالغلط ويقول لك عملية كرامة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الدفنجي ومكافحة شفتوا لما نقول لكم رأي المعركة معركة وعي وان المعركة اكتر مما تخيلوها واكبر مما تصوروها للأسف الشديد وما إصرار الأمريكان وستيفاني وليامز على أن تكون مصر هي التي تحضن الاجتماعات هذه إلا دليل لأن السيسي رجلهم في المنطقة ما يبوش فرطوا فيه وما ليشي منقد إلا ليبيا وما ليشي منقد إلا شرق ليبيا وما ليشي منقد إلا ثروات ليبيا نقول هايكم فوق فوق اليوم البنك الدولي صادر تقرير يقول ممكن مصر تعلن فلاسها ممكن الدنار المصري يصل في نهاية الأسبوع إلى 21 دينار مقابل الدولار لأن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة واستمرار الحرب في روسيا وأوكرانيا سيزيد من الأزمة في مصر بشكل كبير جدا والجميع يعلم أن مصر 100% من مصر اللي فيها النيل تستورد القمح 100% من أوكرانيا وروسيا